اليوم سنتخذ خطوة كبيرة نحو السلام على يد الامريكيين ترتسم رؤية السلام وخارطة جديدة لفلسطين وبين رئيسين امريكيين الاول كلينتون والثاني ترامب يعلن الاخير عن صفقة يقول انها فرصة اخيرة للفلسطينيين وبعد طول انتظار اسرائيلي لصفقة كان عرابها صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر وتعرف تفاصيلها قلة قليلة من الادارة الامريكية كان الاعلان مع الجانب الاسرائيلي وحده مع غياب تام للادارة الفلسطينية وكعادته ينشر ترامب تغريدة لكن هذه المرة لخارطة مقترحة جديدة لشكل الدولة الفلسطينية التي لا يعترف بها ضمنا في حديثه فيقول انه زار ارض اسرائيل المقدسة وفق القرارات الدولية فان فلسطين تقوم على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية في صفقة ترامب تصبح القدس باكملها عاصمة ابدية موحدة غير مجزة لاسرائيل الفلسطينيون لهم حق في اجزاء من القدس الشرقية ويهديهم ترامب حرية الاختيار بتسمية عاصمتهم التي يريدون في الصفقة ايضا تصبح الاماكن المقدسة خضاعة للسيادة الاسرائيلية بينما يمنح ترامب عرضا للمسلمين بالصلاة في الاقصى وتصبح المستوطنات الاسرائيلية حقا للاحتلال وجزءا اصيلا من دولته ولن يبقى للفلسطينيين الا اقل من نصف مساحة الضفة الغربية حقوق اللاجئين في العودة والتعويض اسقطت تماما من الصفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي صفق سعيدا على دعم الادارة الامريكية الرئيس الفلسطيني اعلنها في رد مباشر عشية اعلان الصفقة اريد ان اقول للثنائي ترامب ونتنياهو ان القدس ليست للبيع الاردن صاحب الوصاية الهاشمية على القدس لا يعترف الا بقرارات الشرعية الدولية على الخطوط الرابع من حزيران عام 67 موقف رسمي ثابت لا يتغير كيف تراجع او تخلص من القدس مستحيل خط احمر كلا على القدس كلا على وطن بديل كلا على التوطين عشية اعلان الصفقة عمل غضب شوارع فلسطين ومدن عربية وعالمية ووقف يهود مناهضون للصهيونية في وجه الاعلان دول عربية كمصر التي تمثل مفتاح الربط بين الفلسطينيين والاسرائيليين دعمت هي الاخرى موقف الادارة الامريكية وثمنت جهودها في تحقيق السلام طبخة هي اذا او صفعة لكنها في النهاية صفقة احملوا اسمعكم وانصرفوا يقول الفلسطينيون في النهاية لا نهاية للقضية لسان الفلسطيني اليوم والعربي كذلك لا يعوض المال بالارض